بسم الله الرحمن الرحيم ربنا مفيش ربنا ده الدنيا هتبقى سودة وكئيبة وخذوق مغر ما تأخذنيش الدنيا دي الدنيا هتبقى وحشة قوي قوي لو انه مفيش ربنا دي ده ناس عايزة تتعس نفسها ده الملحد ده بيتعس نفسه علي جمعة بيقول الدنيا دي هتبقى خذوق مغر لو مفيش ربنا والملحد ده عاوز يتعس نفسه بغض النظر عن اللظ اللي قالوا علي جمعة وهل هو مناسب ولا لا وهل دي دعوة كويسة ولا لا لكن اللي شغل بالي اثارة هذا السؤال الكون ده هيبقى شكله ايه لو مفيش اله في البداية لو انت مهتم بالقضايا الفكرة المعاصرة ومواضيع الايمان والالحادي بقى انت لازم تشترك في القناة اضغط على الزر الاحمر واضغط على لامة الجرس علشان تجي لك كل الاشعارات بكل الحلقات الجديدة كلام علي جمعة خلانا فكر كويس اوي في هذا الموضوع الكون كان هيبقى ازاي بدون اله كون بدون الله كان هيبقى ازاي وكانت هتيبقى ايه خصائص وصفاته وكون احنا هنقدر نعيش ازاي في مثل هذا الكون ريتشارد دوكنز له اكتباس مشهور جدا جدا بيقول الترجمة هي ان ريتشارد دوكنز بيقول ان الكون اللي احنا بنعينه فيه تحديدا الخصائص اللي كنا المفروض نتوقعها لو الامر كله في الاساس بدون تصميم بدون هدف بدون شر بدون خير لا يوجد شيء الا بلايند بيتيلس اندفرنس اندفرنس يعني عدم اهتمام بلايند اعمى بيتيلس بدون شفقة عدم اهتمام اعمى لا يشفق علينا بغض النظر عن الترجمة لكن عاوز يقولك يعني ان الكون لا يهتم بنا وان الكون اعمى ولا يفرق بين الاشخاص الكون في الاساس لا فيه تصميم ولا هدف ولا شر ولا خير وعليها مش الموضوع الناس اللي بتشتكي من مشكلة الشر بيقول ريتشارد دوكنز مفيش حاجه اسمها شر ولا خير هي الدنيا كده فيه فيلسوف بريطاني مشهور هو زميل ريتشارد دوكنز في جامعة كيمبريج كيث وارد جبنا سيرته قبل كده كتابه اسمه ويرد على ريتشارد دوكنز والعنوان بتاعه مقابل للفصل الرابع من كتاب ريتشارد دوكنز وهم الاله ريتشارد دوكنز كان بيقول فهو بيرد عليه عنوان ريتشارد دوكنز لماذا بشكل اقرب الى اليقين لا يوجد اله فهنا بيقول لماذا بشكل اقرب الى اليقين يوجد اله كيث وارد بيتامل لو كان هناك كون بدون اله خصائصه صفاته كانت هتبقى ايه ريتشارد دوكنز قال ان الكون اللي احنا بنتأمله كان هيبقى blind pitiless indifference ومن غير لخير ولا شر ولا هدف ولا تصميم طب كث وارد ايه تصوروا لكون بلا اله بيقول بيقول هنا لما نجي نبص في الترجمة بيقول كون بدون الله قد يكون بالفعل كونا بدون اي قوانين عامة للطبيعة نستطيع ان نثق بها في نقطة في غاية الاهمية لما كنت بتناقش مع بعض زملاء الباحثين قلت لهم ان ابتداء لما علي جمع بيقول ان الدنيا دي هتبقى خزوق مغر لو ما فيش ربنا ده مع افتراض ان هيبقى فيه حياة وحيبقى فيه انسان والانسان هيقدر يعيش في هذه الدنيا بس هذه الدنيا بدون الله انا بقول ان ابتداء ما كانش هيبقى فيه وجود اصلا بدون الله عز وجل لما بنيجي نسأل سؤال لماذا يوجد شيء بدلا من لا شيء الله عز وجل هو السبب هو سبب كل الوجود الكون حادث فلابد من سبب لوجوده ويستحيل تسلسل الاسباب بلا نهاية في الماضي لازم يكون فيه سبب اول بلا ابتداء يحمل في ذاته مقومات وجوده ولا يحتاج الى اخر في وجوده هو الله عز وجل الكلام ده قاله كيث وورد في الاخر خالص قال ايه قال اثيست would add of course that without god there would be no universe at all بدون الله مش هيبقى فيه كون اصلا طيب فرضا لو احنا تنزلنا وقلنا ان الكون هو الحقيقة المطلقة وان الكون ده ازلي رغم ان ده مخالف للعلم وان الكون لا يحتاج الى سبب في وجوده وهو مش حادث ولا حاجة وده مخالف للعلم ومخالف للعقل والمنطق لكن ما علينا ايه اول شيء كنا هنلاحظه في هذا الكون مع افتراض ان احنا كنا هنكون موجودين عشان نلاحظ اصلا اول شيء بتفكير منطقي عقلاني مجرد لو افترضنا ان فيه كون بدون الله اول حاجة قالها كيث وورد ان مش هيبقى فيه قوانين عامة للطبيعة نستطيع ان نثق بها يعني ايه الكلام ده يعني قوانين الطبيعة المستمرة دائما في عملها بحيث ان احنا نقدر نثق في هذه القوانين قوانين بدأت في العمل ومستمرة في العمل وعمرها ابدا ما توقفت عن العمل مما يعطي طابع النظام على الكون فيه نظام فيه قوانين الكون ماشي عليها الكون بينفذها المادة تطيع هذه القوانين والمادة لا تستطيع ان تخالف هذه القوانين ايه السبب في ده كان فيه سؤال طرحه ستيفن هوكينج بيتكلم عن the fire behind the equations احنا عندنا قوانين مين اللي بيفعل هذه القوانين وبيضمن بقاءها وبيضمن استمراريتها وبيضمن ان المادة بتطيع هذه القوانين ولا تستطيع ابدا ان تخالف هذه القوانين استسلام استسلام تام من الكون لهذه القوانين ده اول شيء اكيد ما كانش هيكون موجود في الكون لو ما فيش اله ما كناش هنلاقي نظام ما كناش هنلاقي قوانين صارمة المادة تطيعها ولا تستطيع ابدا ان تخالفها طب تاني شيء بيقول ايه الكون ده لن يكون له اي هدف طب هل احنا بنقدر العلم بيقدر يشير ان الكون له هدف اه فكرة الفاين تيونيج اف دو يونيورس اللي دايما بكررها فكرة الانثروبيك برينسيبل اللي دايما بكررها فكرة الفيتنس اف دا كوزموس فور لايف اللي دايما بكررها ان الكون مضبوط من اجل نشأة الحياة على الارض الدنيا مترتبة من الاول علشان الحياة تقدر تنشأ على الارض قلنا قبل كده الحياة علشان تنشأ على الارض محتاجة ايه محتاجة كوكب بمواصفات معينة والكوكب دا في مجموعة شمسية بمواصفات معينة والمجموعة الشمسية في مجره في مواصفات معينة والمجره في كون بمواصفات معينة وان الثوابط الفيزيائية والقوانين الفيزيائية مضبوطة ضبط دقيق جدا يسمح بنشأة الزرة ثم بنشأة النجوم ثم بنشأة باقي المواد الكيميائية وباقي عناصر الجدول الدولي ثم نشأة الكواكب ونشأة الانظمة الشمسية وفي النهاية بعد كل دا حياة تقدر تنشأ على كوكب الارض المنظور دا ان من الاول خالص القيم الاولية للثوابط الفيزيائية مضبوطة ضبط دقيق جدا من اجل نشأة الحياة على الارض يعني لو لا هذا الضبط من البداية ما كانتش حاجة حصلت في حاجة ضبطت في الاول نشأ على اساسها شيء لو القوانين الفيزيائية والثوابط الفيزيائية من البداية ما كانتش مضبوطة ما كانتش حتنشأ اصلا اي ذرات لا هليوم ولا هيدروجين وما كانتش حتنشأ نجوم لو لا الضبط الدقيق للقوة الاربعة القوى النووية القوية والضعيفة والجاذبية والكهرومغناطسية فلولا كل هذا الضبط ما كانتش ترتب عليها درجات مختلفة من الكمبلاكسيتي هقولهم تاني نشأة الذرة نشأة النجوم نشأة باقي مواد الجدول الدوري باقي العناصر وبعدين نشأة كواكب ومجموعات شمسية وانظمة شمسية فبالتالي هذا الضبط الدقيق بيحسسنا ان الكون له هدف وبعدين هنا بيكمل بيقول ولا اخلاق موضوعية اي شيء موضوعي بدون الله عز وجل لا يستطيع ان يوجد الموضوعية اساسها وجود الله عز وجل والقيم الاخلاقية بتكتسب موضوعيتها من الله عز وجل وإلا لو المسائل مش موضوعية المسائل شخصية فبالتالي كل واحد يشوف الحاجة زي ما هو شايفها لا يوجد حق مطلق ولا يوجد باطل مطلق مفيش صح مطلق ولا غلط مطلق دي مجرد وجهات نظر مفيش خير مطلق ولا شر مطلق دي مجرد وجهات نظر لكن الانسان بيقدر يستشعر ان الحب قيمة حسنة مطلقة الخير قيمة حسنة مطلقة الاختصاب قيمة سيئة مطلقة الظلم قيمة سيئة مطلقة العدل قيمة حسنة مطلقة الرحمة قيمة حسنة مطلقة الكرم قيمة حسنة مطلقة وهكذا الموضوعية دي بمعنى ان كل البشرية بتقدر تتطفق على هذا بشكل موضوعي يعني الشيء نفسه محل البحث هو اللي بيفرض علينا ان احنا نحكم عليه انه صح ولا غلط مش وجهة نظر زي ما قلت قبل كده موضوع الايس كريم انا بحب ايس كريم الفراولة ممكن غيري ما يحبش ايس كريم الفراولة فما ينفعش نقول بشكل موضوعي ان ايس كريم الفراولة طعمه حلو لان ده شيء شخصي بيرجع للاشخاص مش بيرجع في الشيء نفسه لكن لو جينا تكلمنا عن الحب والخير والرحمة والسلام والعدل وقلنا ان دي قيم موضوعية حسنة بشكل مطلق كل البشرية بتتطفق على ده هنقدر نقول كده فده امر راجع للموضوع نفسه طب المواضيع دي بتكتسب موضوعيتها منين؟ من الله عز وجل لا توجد موضوعية الا على اساس وجود الله عز وجل وريتشار دوكنز عارف الكلام ده كويس ولوقتي بس مشهور جدا بيقول فيما معناه ان صعب جدا ان احنا نناقش الاخلاق وموضوعية الاخلاق خارج اساس دين طيب وايه كمان؟ هنا بيقول ولا اهداف اخلاقية او نزعه اخلاقية او واجبات اخلاقية وجود القيم الاخلاقية في حد ذاتها شيء ووجود نزعه اخلاقية واهداف اخلاقية بداخلنا ان احنا نسعى لتحقيق هذه الاهداف شيء تاني ليه احنا كائنات عندنا نزعه اخلاقية عندنا مسئولية اخلاقية عندنا واجبات اخلاقية بنشعر من داخلنا بغريزة داخلية ان احنا المفروض نعمل الخير ونبتعد عن الشر وان احنا نسعى لتحقيق الخير ونبتعد عن تحقيق الشر ده امر موضوعي مطلق ما بين كل البشرية كل البشرية عارفة ان المفروض we ought to do كذا المفروض نعمل كده طب مين اللي فرضوا ايه اللي بيفرضوا علينا ده ملوش تفسير اخر غير وجود الله اهداف اخلاقية نزعه اخلاقية واجبات اخلاقية فراد اخلاقية وهكذا هنا بيقول قد يكون بدون اي حياة واعية انا بقول مجرد نشأة الحياة اصلا بدون الله الحياة دليل قطعي على وجود الله وان الحياة بالثلاث اركان اللي كررناها في اكتر من فيديو التعقيد المذهل اعقد شيء في الكون الخلية التعقيد المذهل للخلية بالاضافة الى ممارسة الوظيف الحيوية بالاضافة الى المعلومات الجينية التلاث اركان دول دليل قطعي على وجود من احكم واتقن وضبط وصمم كل هذا ده لا يمكن يكون اطلاقا لا يمكن يكون نتاج عشوائية وصدفة مستحيل هذه الدرجة من التعقيد ومستحيل نشأة المعلومات تكون نتاج عشوائية وصدفة طب فكرة الوعي نفسها لو احنا قلنا ان احنا عايشين في عالم مادي فكرة الوعي كيف تستطيع المادة ان تعي والوعي درجات كتيرة جدا وداخل تحتها حاجات كتيرة جدا الشعور بثناقية النفس والجسد الشعور بالانا الايجو ان انا مش جسمي ثناقية النفس والجسد وفكرة الانا المستمرة بغض النظر عن الزمن خلايا الانسان بتتجدد وبتتغير مع الوقت ومع ذلك شعورك بالانا ثابت ازاي ووعيك باللي حواليك وقدرتك على التفكير في التفكير وهكذا حاجات كثيرة جدا جدا متعلقة بالوعي كذلك حرية الارادة كيف للمادة اللي مفروض مضبوطة بقوانين صارمة سواء قوانين عالم الكوانتم او القوانين اللي بتعمل على العالم الاكبر من كده نظريات الكام وقوانين الكام بتعمل على مستوى الزرة وبعدين في قوانين اينشتاين والنسبية العامة والخاصة اللي بتعمل على كل ما هو اعلى من مستوى الزرة اذا كانت المادة محكومة بقوانين صارمة سواء على مستوى الزرة او اعلى منها وان المادة لا تستطيع ان تعصي هذه القوانين تيجي منين حرية الارادة وتيجي منين شعورنا الغرائزي الضروري بحرية الارادة فنشأت الحياة نفسها ودرجات الوعي المختلفة ازاي البكتيريا بتاعي الظروف اللي حواليها وتاكل ده او تتصرف كذا وكذا وهكذا هنا بيقول ولا اشخاص مسؤولين اخلاقيا علقنا على الاخلاق او كائنات لا يمكنها ان تفهم يعني لو فيه كون بدون الله مش هيبقى فيها كائنات تقدر ان تفهم وتقدر جمال ووضوح الطبيعة عنصر الجمال عنصر الخير اي قيمة ايجابية ايه سبب وجودها لما الملحدين بيتحججوا بالشر على نفي وجود الله طب الخير والخير اللي اكتر من الشر في هذا العالم قطعا ولا شك ايه سبب وجوده طب الجمال ايه سبب وجودها ستيفن وينبرج لو اقتباس ذكروا الدكتور حسام الدين حامد في كتابه الالحاد وثقية التواهم وخوائل عدم بيقول فيما معناه ان عندي شعور بان الكون اجمل مما ينبغي ان يكون عليه او حاجة زي كده الشعور بالجمال ده جي منين اي حاجة حلوة بنقدر نشعر بيها في الكون جات منين؟ العدل، الرحمة، الخير، الكرم، الجمال، كل هذه المعاني الحلوة الجميلة دي جات منين فيكون بلا اله دي معضلة، معضلة في غاية الصعوبة كائنات لا يمكنها ان تفهم وتقدر جمال ووضوح الطبيعة قدرتنا على فهم الطبيعة وجود القواعد المنطقية والبدهيات العقلية التي تجعلنا قادرين على فهم الطبيعة والتعامل معها وهي سبب كل التطور التكنولوجي اللي احنا فيه دلوقت ايه سبب قدرتنا على الفهم؟ قدرتنا على التعامل مع الطبيعة ان الطبيعة بالنسبة لنا انتلاجبل بنقدر نفهمها ايه سبب ده؟ في عالم كهذا لن يكون هناك كائنات ذكية تتصرف بذكاء عندها وعي وتقدر تتصرف بذكاء ولا معجزات ولا وحي الهي ولا عناية الهية تقوم بتوجيه التاريخ بغض النظر عن نقطة توجيه التاريخ ده ممكن الناس تختلف فيه لكن ركز معايا في الفكرة دي كون بلا اله اكيد مش هيكون فيه معجزات ولا وحي الهي ولا خلود ولا اي افكار دينية فيه فلاسفة بيحطوا حاجة اسمها الحجة الانطولوجية على وجود الله فكرة الله دي في حد ذاتها جات منين فكرة الاديان في حد ذاتها جات منين فكرة المعجزات في حد ذاتها جات منين فكرة الوحي الالهي والانبياء والرسل جات منين عبارة ممتازة للدكتور حيثم طلعت بتقول فيما معناه ان لو فعلا الكون ده بدون اله وفعلا الاصل عدم وجود الله ما كانش هيبقى فيه ايمان والحد اصلا كنا هنبقى ملحدين بلا وعي وبدون اختيار لان هذه الافكار الماورائية المفروض ما كانش يكون لها اي وجود اصلا عدت فترة طويلة جدا نفكر في الحجة الانتولوجية دي لكن انا فعلا مقتنع بصحتها لكن هي حجة تحتاج اكثر الى العمل عليها وابراز قوتها كل هذه الافكار لا يمكن لها ان توجد الا بوجود الله وان وجود الله هو الاساس الوجودي لكل الوجود ولأي شيء موجود وان لا يمكن تصور اي شيء الا بوجود الله عز وجل دي بالنسبة للحجة الانتولوجية على وجود الله بعدين بيقول لا اخلاق ولا طبيعة ولا صلوات تأملية ومن شأن المؤمن ان يضيف بطبيعة الحال انه بدون الله لن يكون هناك كون على الاطلاق وانا متفق على هذا الكلام بدون الله لن يكون هناك اي وجود اصلا وان الله عز وجل هو الاساس الانتولوجي لأي شيء موجود اصلا يبقى نلخص هذه النقاط فيما يخص الكون لو ما فيش الله ما كانش هيبقى فيه كون اصلا ما كانش هيبقى فيه وجود اصلا الوجود يحتاج الى سبب اول يملك في ذاته مقومات وجوده يملك في ذاته مقومات وجوده ان هو اول بلا ابتداء ليس له سبب لان يستحيل تسلسل الاسباب بلا نهاية في الماضي تسلسل الاسباب بلا نهاية في الماضي يعني لن يحدث شيء فنحتاج من اجل وجود الحوادث سبب اول ليس حادثا وليس له سبب لوجوده وهو في ذاته يملك سبب وجوده فكرة الصمدية عند الله عز وجل الكمال المطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج اليه في وجوده فالوجود نفسه ما كانش هيبقى موجود لو لا وجود الله why is there something rather than nothing god is the answer لماذا يوجد شيء بدلا من لا شيء الله هو الاجابة طيب why is the universe the way it is لماذا الكون على ما هو عليه الله هو الاجابة الله هو الذي وضع النظام وهو الذي يضمن استمرار هذا النظام حتى نستطيع ان نثق في هذه القوانين وهو الذي ضبط هذه القوانين والثوابت الفيزيائية الاولية لهدف ولغاية من اجل نشأة الحياة على الارض لو ما كانش هيبقى فيه اله ما كانش هيبقى فيه قوانين وما كانش هيبقى فيه نظام وما كناش هنلاقي الكون مضبوط ضبط دقيق وعايز اعلق تعليق ان الملحدين اللي بيقولوا باكوان متعددة وان كنا ظاهروا الضبط الدقيق لكن فيه اكوان لا نهاية لها العلماء قالوا ان وجود كل هذه الاكوان وجود اكوان في حد ذاتها تحتاج الى ضبط يعني ايه؟ يعني كنا يحتاج الى ضبط لمجرد الاستمرار والبقاء كان ممكن ما يبقاش فيه حياة ولا فيه نجوم ولا فيه ذرات ولا اي حاجة لكن مجرد وجود space and time ازا ما كان ان الكون يتوسع ده محتاج الى ضبط فيه حد ذاته فمجرد بقاء الكون والمادة حتى لو المادة دي ما كونتش اي حاجة ده فيه حد ذاته يحتاج الى ضبط فبالتالي اي اكوان متعددة تحتاج الى درجة من الضبط لمجرد وجود هذا الكون يبقى الاكوان المتعددة لا تنفي الضبط لان اي كون من اجل استمراره يحتاج الى ضبط طب وهل الاكوان دي ازالية؟ لا برضو يستحيل تسلسل الاسباب بلا نهاية في الماضي فكل هذه الاكوان تحتاج الى سبب اول في ايجادها يبقى في الناحية الانتولوجية الاكوان المتعددة تحتاج الى وجود الله ومن ناحية الضبط هذه الاكوان حتى توجد وتستمر تحتاج الى وجود الله يبقى المالتيفرس ما بينفيش وجود الله ولا حد ده فيما يخص الكون لو ما فيش اله طب بالنسبة للحياة انا بقول نشأة الحياة ما كانش هيبقى فيه حياة لو ما فيش الله التعقيد والوظائف الحيوية والمعلومات الجينية لازم وجود الله حتى تنشأ الحياة والوعي زي ما قلنا بمختلف مستوياته ودرجاته تحتاج الى وجود الله والهدف والغاية بدون الله لا توجد اهداف ولا غايات حتى لو مؤقتة الـ purpose ده امر لا يمكن ان توجدها المادة فبالتالي لو قلنا هي الكائنات الحية هدفها ايه التكاثر يعني هي اصلا لها هدف بتعمل من اجله ان الجينات دي تبقى طيب الهدف ده جي منين الجينات الخلية جابت الهدف ده منين واشتغلت عليه ومتحققوا ازاي وليه فوجود الهدف والغاية في الحياة بشكل عام لا يمكن وجوده الا بوجود الله والغرائز اللي بتسمح ببقاء الكائنات الحية حية محتاجة مصدر انتولوجي ايه سبب وجودها لان الهدف والغاية اساسها معلومات في الكائنات الحية والمعلومات دي جات منين المعلومات دليل على وجود كائن عليها والتعقيد دليل على وجود من ضبط وأحكم وأطقى طب على مستوى الانسان شعور الانسان بقيمته كيف توجد القيمة بدون الله عز وجل بدون الله عز وجل لا توجد قيمة مطلقة كل شيء عبث وهباء وبلا هدف وبلا غاية وبلا قيمة بدون الله عز وجل الله عز وجل هو الذي يعطي للحياة معنى وقيمة وغاية فبالتالي المعنى أيضا لا يوجد معنى بدون الله عز وجل والإرادة الحرة والنزعة الغائية شعورنا الضروري بإني أحنا لنا هدف من وجودنا ووجودي دا مش عبث ولابد أن أستغل وجودي هذا في تحقيق هدف وغاية الجمال والخيال والخير والرحمة والعدل والكرم وكذا أي شيء حلو وجميل في دنيتنا سبب وجودها الله عز وجل المسئولية أو الوجبات الأخلاقية زي ما قلت شعورنا الغريزي بوجوب تحقيق القيم الأخلاقية الموضوعية ووجود القيم الأخلاقية الموضوعية أصلا تليل على وجود الله ولا يمكن يوجد أي شيء موضوعي بدون الله عز وجل قدرتنا على الفهم وسبب وجود القواعد المنطقية والبدهيات العقلية وقدرتنا على فهم الطبيعة والتعامل معه وكذا مستويات من الوعي والذكاء لا يمكن تبررها إلا بوجود الله عز وجل وكل المفاهيم الدينية المختلفة الوحي والمعجزات وجود الله والأديان كل دا لا يمكن له أن يوجد إلا بوجود الله عز وجل يبقى في النهاية لما علي جمع بيقول أن الدنيا دي هتبقى خزوق مغري لو ما فيش ربنا بغض النظر عن التعبير لكن كلامه صحيح بدرجة من الدرجات لو افترضنا إنه يمكننا أن نوجد بدون الله وإن الوجود دا يمكنه أن يوجد بدون الله فلو افترضنا أن نكون بدون الله مش هيبقى فيه نظام ولا هيبقى فيه هدف ولا هيبقى فيه غاية وغالبا ما كانتش هتنشأ نجوم ولا كواكب ولا حياة أصلا وما كانش هيبقى فيه وجود في الأساس أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسون من صالح دعائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته